كل سنة وحضراتكم طيبين والنهاردة الحلقة خصصناها عن موضوعات متنوعة لكن كلها لها علاقة بالشهر الكريم هنبدأ مع حضراتكم الموضوع الأول وهو نصائح خاصة بصيام الأطفال كتير قوي من ناس بيبعثوا بيسألوا المفروض الأطفال تصوم ولا ما تصومش وتصوم من قد إيه وطبعا هم هنا بيتكلموا من الناحية الطبية والعلمية وليس من الناحية الدينية أو الشرعية لأن ذلك له أهلو يعني الحقيقة عايزة أقول أن الهدف من صيام الأطفال هو أنهم يشاركون أحد الشعائر الدينية والروحانية العظيمة وأنهم يكونوا جزء من تجربة جميلة تسيب عندهم ذكريات حلوة طول العمر فعلا والقاعدة الأساسية في صيام الأطفال هي أنه يكون بالتدريج الصيام يكون بالتدريج طبعا الغرض الديني من الصيام يعني أنا بشكل شخصي كده راجعت دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر وقريت الحقيقة كلام حلو جدا عن مفهوم الصيام ومغزى الصيام ولاقيت أنه ده أمر جميل جدا أنه ننقله إلى أطفالنا الصيام الغرض منه طبعا بالأساس هو التقوى وطبعا ده بحسب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى هنا التقوى أمر ضروري وهو هدف رئيسي من أهداف الصيام طبعا برضو من أهداف الصيام اللي لازم ننقلها لأبنائنا هي الإخلاص والأمانة لأنه ما بيبقاش في حد مطلع أو عارف حضرتك صايم أو لأ وبالتالي الطفل بنقوله محدش يعرف أنت صايم ولا لأ غير الله سبحانه وتعالى فلازم تكون أمين ومخلص في هذه الشعيرة الدينية اللي أنت بتأديها طبعا برضو من أهداف الصيام هو شكر النعم التي لا حصر لها يعني علينا جميعا نعم كتير قوي قوي وطبعا من أهداف الصيام برضو الصبر والرحمة الصبر على عدم الأكل والشرب لفترة معينة والرحمة بالآخرين اللي ممكن تكون فيه ظروف حياتهم يعني التعوق أنه هم يكلوا ويشربوا بشكل ممتظم أو في وقت اللي هم ما يعوزوا يعني فإحنا برضو ده أمر مهم جدا وهو الرحمة والطرح نرجع لموضوعنا العلمي الطبي الخاص بالأطفال وعايز أقول لكم أن العمر المناسب بيكون بيبدأ من عمر أربع سنوات لكن بشرطين طبعا الناس ممكن تتخذوا أربع سنين الطفلة هيصوم لا فيه شرطين هيحققوا الحكاية يعني من أول أربع سنين نبتدي نجرب الشرط الأول أن فترة الصيام ساعات الصيام لما نجمعها على مدار اليوم لأن هي بتكون مجزقة لما نجمع بقى الفترات اللي الطفلة هيصوم فيها على مدار اليوم تكون لا تتعدى عدد سنوات عمره يعني لو الطفل عنده أربع سنين يبقى المفروض أنه ما يصومش أكتر من أربع ساعات في اليوم خمس سنين ست سنين وهكذا ده الشرط الأول لما نجمع فترات الصيام ما يزيدوش عن عدد سنوات العمر في العدد يعني أما الشرط الثاني فهو أن الصيام يكون مقسم زي ما لسه قايل مقسم على أجزاء مش فترة واحدة يعني الصيام المتواصل ده مش مطلوب للأطفال في البدايات في تجارب الصيام برضو مع الأطفال لازم الصيام يكون حقيقي يعني ما يكونش يعني فيه ناس يقولوا ايه هنصوم بس هنشرب يعني هنصوم عن الأكل لا المفروض أن الطفل عشان يتعلم الصيام يكون الصيام حقيقي يعني صيام عن الأكل والشرب تمام الطريقة المثالية أننا نجرب مع الطفل مرة واحدة في أول أسبوع يعني نجرب الموضوع ده مرة واحدة في أول أسبوع من رمضان وبعدين نجربه مرتين في تاني أسبوع ونجربه ثلاث مرات في ثلاث أسبوع من رمضان ونجربه أربع مرات في آخر أسبوع من شهر رمضان مش مطلوب أبدا من الطفل أنه يصوم يوم كامل إلا عند مرحلة البلوغ وممكن تكون البداية عند سن عشر سنوات يعني يسبق البلوغ شوي بس مش أقل من عشر سنوات ممنوع كمان صيام الأطفال اللي بياخدوا علاج دائم لأمراض دائمة زي مثلا مرض السكر أو اللي بياخدوا فترات علاج طويلة زي مثلا علاج الأنيميا يعني فيه كرسي لازم يكمل فلازم فيه موعيد للأدوية بقى هنا الطفل ما يصومش ده أول موضوع طيب تاني موضوع لعلقة برضو بالأطفال الحلقة دي نتكلم على الأطفال والكبار طبعا إزاي نخلي الطفل مبسوط وهو صايم ده موضوع مهم قوي عشان ما يبقاش بيعمل الموضوع ده مجاملة لنا أو ما يبقاش بيعمل الموضوع ده تحت ضغط لأن ده زي ما قلنا شعيرة دينية من أركان الإسلام الرئيسية فلازم الطفل يبقى مبسوط وهو صايم طب نعمل إيه بقى أولا لازم الأم والأب وخاصة الأم تسأل طفلها اللي بيصوم ده كل شوية كل شوية كده على مدار ساعات الصيام تسأله عن مدى إمكانية أنه يكمل صيام اليوم أنا هنا طبعا بتكلم إذا الطفل عدى بقى سنة عشر سنوات وابتدى يصوم فابتدى يصوم يوم كامل إحنا قلنا ده مش هيتحقق إلا بعد البلوغ أو مجازا ممكن نبدأه من عشر سنوات تمام السؤال ده السؤال اللي الأم بتسأله اللي هو أنت قادر تكمل ولا لأ؟ السؤال ده مبدئيا لازم يكون في السر في سرية هقول لكم ليه؟ لأن الطفل بيفرق معا جدا أنه ما يكونش حقق النجاح المتوقع منه فكرة أنه كبير وأنه زينا هو ده الدافع الرئيسي في العمر ده والمحفز الأول للطفل أنه يلتزم وينجح في تجربة الصيام غير السؤال المباشر للطفل اللي الأم بتسأله للطفل أنا هنا خصيت الأم لأنها بيكون فيه سرية كده تمام؟ وحتى إذا ما قدرش أنه يكمل فبيكون فيه تنصيق بقى ما بين الأب والأم والإخوات الأكبر طبعا وحتى الأخوات الأصغر يعني ما ندخلهمش في الموضوع أنه إحنا بقى ما نثرش الموضوع ما يجيش بقى الأب يقوله ها أنت لسه صايم ولا لا مش عايزين الطفل يجذب فأنا تجنب السؤال من البداية أو ها أنت عامل إيه في الصيام؟ أو لا بلاش كده الأم بقى تكون يعني بسرية كده أو يعني بحركة كده تفهم الأب إنه خلاص بقى هو إيه فطر النهاردة فما فيش داعي إن إحنا نفتح الموضوع الطفل بيبقى عارف بس إحنا مش بنحرجه أو مش بنضغط عليه أو حتى على سبيل التشجيع ما نقولوش إيه إن شاء الله بقى بكرة تعمل إحنا قلنا عايزين الطفل يبع عنده دافع تمام؟ دافع للنجاح فالطفل مفيش مانع إنه هو ما ينجحش من أول مرة عادي عينجح بعد كده